بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على راشد المخصرين سيدنا محمد النبي رمي وعلى آله وصحبه وسلم. هرجعنا لكم في المحاضرة دي من جديد. وهنتكلم عن درس مهم جدا النهاردة وهو انواع الشاشات وايه هو الافضل في انواع الشاشات دي. وازاي انا كراجل مبتدئ الصيانة. اقدر افرق الموبايل اللي داخل عندي من العميل. الموبايل ده الشاشة بتاعته نوعها ايه? تمام? وهل انا اقدر اغير لها طاطش ولا غير لها باغة ولا ههي غير الشاشة كلها ولا انا هعمل ايه? فالكلام ده ان شاء الله هنشرحه بعد الانترو. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم مهندس وحيد محمد فن السيانة موبايل. اه بص يا جماعة. وعمة سواء انت مبتدئ صيانة او فن صيانة او راجل عادي راح تشتري موبايل. تمام? اه اغلبية الناس بتروح تبص وعايز موبايل امكانياته عالية مسلا. اه مساحة الزاكرة بتاعته مسلا كبيرة مسلا اللي يقول لك مئة تمانية وعشرين جيجة واللي يقول لك ما عارفش قد ايه. واللي يتكلم مسلا يقول لك انا عايز اه الشاشة بتاعته تكون قويسة في التصوير. والكلام من ده كله. طبعا انا كراجل سيبك من انا فني. انا كراجل عادي اقدر ازاي لما اروح اشتري موبايل اقدر افرق بين انواع الشاشات اللي موجودة في السوق. وانا لما اروح اشتري موبايل ولا اشتري تليفزيون ولا اشتري شاشة ولا اشتري اي حاجة. تمام من الاجهزة? تمام? بسمع مصطلحات كتير جدا.. الاقي حد بيقول لي تمام? الشاشة اللي قدام حضرتك دي. دي افضل انواع الشاشات. واحد تاني يقول لي دي سوبر امالود. واحد تاني يقول لي دي اوليد. واحد تاني يقول لي الشاشة دي ال. سي دي. تمام? واحد تاني يقول للشاشة دي تي اف تي. انا كرجل مش فاهم. اقدر افرق من الافضل ازاي? طيب. انا لما اروح اشتير شاشة سواء تلفزيون ولا موبايل. تمام? ولا شاشة عرض ولا اي حاجة لازم اركز على شوية حاجات. الحاجات اللي انا هقولها دلوقتي دي حاجات مهمة جدا. اول الحاجة افكر فيها هي المصافات الشاشة. الشاشة اللي قدامي دي مواصفاتها ايه? تمام? هل هي LCD ولا هل هي OLED? وده نوع وده نوع. تمام? تاني حاجة حجم الشاشة. وطبعا حجم الشاشة ده بيتقاس بالبوصة او بالانش. تمام? تالت حاجة بصيلها كسافة البكسلات بتاعة الشاشة. كل ما تكون البكسلات عالية كل ما اكون الشاشة افضل. تمام? بعد كده بص على دقة الشاشة وضحها. دقة الشاشة دي هل هي HD ولا FHD ولا QHD ولا فور كي ولا ايت كي? تمام? بعد كده بص على المعدل بتاع تحديث الشاشة. تمام? وده بيبتدي من ستين هيرتز تسعين هيرتز. مية وعشرين هيرتز. بعد كده بص على دعم التخنية بتاعتها. تمام? للعرض هل هي HDR ولا HDR بعد كده بص على زاوية الشاشة. تمام? ومدى امكانية المشاهدة. يعني انا لو ماسك شاشة مسلا زي شاشة موبايل. تمام? ابص من الزاوية كده على الرؤية بتاعتها ووضوح الالوان. تمام? وامكانية الرؤية. تمام? انا اقدر اشوف ولا ما اقدرش اشوف. يعني انا لو فتحت الموبايل. تمام? وشغلته. زي كده. ماشي? هل انا كده اقدر اشوف البيانات اللي موجودة على الشاشة? مش هقدر اشوف البيانات اللي على الشاشة. تمام? يبقى ازا كده انا مش قادر اشوف البيانات اللي على الشاشة يبقى ازا الشاشة دي نوعها اي بي اس. طيب. لو انا هتكلم عن الفرق بين الشاشات. تمام? اللي هي الاوليد. تمام? والالي سي دي. تمام? والتي اف تي. تمام? نبدأ تي جده مسلا لو تلفزيون او موبايل. تمام? القليل مننا ما يعرفش او يدرك الفرق بين انواع الشاشات دي كلها. تمام? التي اف تي دي هي اضعف انواع الشاشات. وارخص في السعر. بسبب ايه بقى? ضعف الرؤية بتاعتها. يعني زاوية الرؤية بتاعتها لو انا ببص ما اقدرش اشوف حاجة خالص. تمام? دقة الشاشة بتاعتها ضعيفة. اه بتستهلك طاقة كبيرة جدا. ماشي? ودي بتجدها في الهواتف اللي هي الاقتصادية. شاشة الاي بي اس. تمام? هي نسخة بس نسخة ايه? مطورة. يعني هم حسنوا التي اف تي. ونزلوا الاي بي اس. طوروها وحسنوها شوية. تمام? فبقى نسخة محسنة. ركزوا فيها على ان زيادة اه زوايا الرؤية بتاعتها تكون واضحة. تمام? ودقة الشاشة بقت اكبر من التي اف تي. تمام? بس برضو هي بتستهلك طاقة اكبر. لكن بش بنفس درجة ايه? التي اف تي. لو احنا قارناها بالتي اف تي. فهي الاقل في استهلاك الطاقة. طيب. دي من لقيها اصلا في الهواتف اللي هي الفئة المتوسطة. لكن الشاشة الاوليد. تمام? دي تعتبر احد استخنية شاشات. اه تم تطوير عدة نسخ منها. يعني هم نزلوا الاوليد وبعد كده طوروا نسخ منها ونزلوا بعد كده الاوليد والسوبر اوليد. تمام? ودي اتميز بايه بقى? ان اه دقة وضوح الشاشة بتاعتها عالي جدا بيصل لات كي يعني الوضوح بتاعها والدقة بتاعتها شديدة قوي. كسافة البكسلات بتاعتها عالية جدا بتصل لخمسمية لكل بوصة. يعني كل بوصة في الشاشة تمام? بكسلات بتاعتها خمسمية. اه زوية الرؤية بتاعتها واضحة بتصل لتسعين درجة قبل ان هي تنحني. هوريكو حاجة كده للشاشة الاوليد. يعني بص انا بقول تنحن ازاي? شايف الشاشة عاملة ازاي? دي الشاشة اللي هي ايه? الاوليد قبلة لانحناء. طيب. وده طبعا مسالة طبيعة عملها يعني. اه السطوع والتباين بتاع الالوان بتاعتها افضل بكتير من الشاشة والتي اف تي. طيب. احنا ان شاء الله هنبتدي كده نشرح حاجة حاجة. وعايزكم تركزوا معايا في المحاضرة دي اخصوصا مبتدئين الصيانة عشان خطر المحاضرة دي مهمة جدا. لان اغلبية شغلنا احنا كفنين صيانة بتيجي شاشات. وانت كراجل مبتدي في الصيانة لازم تبقى فاهم الشاشة اللي داخل لك دي. هل انت تقدر تغير لها تطش ولا تغير لها باغة ولا تغير لها ايه بالزبط ولا تغير الشاشة كلها. الكنام ده ان شاء الله هنشرحه بعد الانترو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم بعد الانترو وهنتكلم في الشاشة الالي سي دي. تمام. والشاشة الالي سي دي تعتبر من اسوأ انواع الشاشات. واقل في السعر من الاوليد. وبتنقسم الشاشات الالي سي دي لنوعين اللي هو التي اف تي. وده يعتبر انقرض ما بقاش موجود دلوقتي. تمام. والنوع التاني اللي هو الاي بي اس. وده هو الموجود حاليا في الفئة اللي هي ايه المتوسطة. طيب. لو انا عايز مثلا اعرف يعني ايه شاشة موبايل كرجل مبتدئ في الصيانة. تمام. اقول لك ان الشاشة عبارة يعني شاشة زي دي عبارة عن كريستالات مصفوفة. تمام. بيتركب عليها لدات اضاءة بتعكس لي البيانات على الشاشة. تمام? عشان اقدر اشوف البيانات وقدر اشوف الاضاءة بتاعتها. وده بتسمى باك لايت. تسمى ايه? باك لايت. طيب. لو هنقول عيوب شاشة اي بي اس والمميزات بتاعتها. تمام? نبتدي بالعيوب الاول في الشاشة الاي بي اس. ودي تعتبر ان هي بتستهلك طاقة عالية غير الاولد خالص. تمام? اه طيب ايه مميزات الشاشة الاي بي اس? السطوع في الشمس. يعني انا لو معايا موبايل الشاشة بتاعته اي بي اس ووقف في شمس مثلا او ماشي في طريق في شمس. تمام? اقدر اشوف الاضاءة بتاعته وادر اشوف البيانات اللي موجودة على الشاشة. تاني حاجة من من مميزاتها ان هي قبلة الصيانة. يعني اقدر اغير لها باغة. وادر اغير لها تاتش. وادر اغير لها باك لايت. طيب. انا كراجل مبتدئ في الصيانة. ما اقدرش افرع بين الشاشة اللي هي محتاجة تاتش. واللي هي محتاجة باغة. واللي هي ممكن اغير لها. عايز اوصل لك معلومة كده بسيطة. تمام? المعلومة دي كده تحفزها صم وتركز عليها جامد لان هي دي هتفيدك في شغلك. وانا لو بصيت على شاشة زي دي. اي شاشة شاشة الموبايل فيها فلاتة. الفلاتة دي طبعا بتتركب في الموبايل عشان خاطر ايه? تتوصل فيه. تمام? الفلاتة دي بيبنى مكتوب عليها ايه? وكي وان وكي تو وكي سري. وممكن الاقي فلاتة مكتوب عليها ايه? وكي وان وكي تو وجي. تمام? فواحد يجي يسألني يقول لها مش مهندس الكلام اللي انت بتقوله ده انا مش فهم حاجة. اقول لك يا سيدي. الرموز المصطلحات دي اللي موجود على فلاتة الشاشة. تمام? احنا كفنين سيانة لازم نبقى حافزنها. لما اقول لك فلاتة مكتوب عليها ايه? وكيه? تمام? الايه? هو الانود. الايه هو ايه? الانود. والانود ده الخط الموجب. الخط ايه? الموجب اللي هو بيوصل التغزية للدائرة بتاعت الاضاءة والبيانات. تمام? يبقى فهمنا كده ان الانود. تمام? هو حرف ايه? حرف الايه? وده الخط الموجب اللي بيوصل التغزية. الكي وان والكيتو ماشي او حرف الكيه بالمعنى بصح ده اسمه كاسود. اسمه ايه? كاسود. وده الخط السالب. اذا كان الايه خط موجب يبقى ازا الكيه خط ايه? خط سالب. طيب الجي هو الارضي. الجي هو ايه? هو الارضي. يبقى فهمنا كده ان الايه انود. تمام? خط موجب. الكيه كاسود خط سالب الجي ارضي البوردة. طيب. في دايرة الاضاءة تمام? الطرف الموجب اللي هو الانود كل انود ليه اتنين كاسود. كل انود ليه ايه? اتنين كاسود في دايرة الاضاءة. وانا كاسود هو الطرف السالب. ومعنى ان هو سالب السالب مش الارضي. السالب ده سالب من العيسي يعني جاي من الاي سي. تمام? لان كل خط موجب ليه خط ايه? خط سالب. لكن ال جي هو الارضي بتاع البورد ده. طيب. احنا نقول ملحوظة مهمة كده. وانا كمبتدر صيانة لو الشاشة فصلة. لو الشاشة ايه? فصلة او جاياني فصلة اضاءة. تمام? هل انا قدر اغير لها الباك لايت? تمام? الشاشة تشتغل? اقول لك اه. بس ده في حالة واحدة بس. تمام? ان لو الشاشة جاياني شغالة بيانات يعني انا لو مسكت الشاشة وبصيت عليها من العميل. لقيت البيانات زهرة. تمام? طيب ما واحد يجي يقول لي طيب ما هي لو فصلة اوضاءة انا مش اشوف. انت لو جبت كشاف ولا جبته كشاف الموبايل بتاعك وضربته في الشاشة. تمام? هتشوف ايه? هتشوف البيانات. تمام? فجاياني عليها بيانات لكن فصلة ايه? اضاءة. دي انا لو غيرت لها باك لايت الشاشة تشتغل. طيب. ايه هو الباك لايت ده? عشان نبقى عارفين بالمرة كده. انا رحت عند واحد صاحبي جبت منه شوية شاشات عشان خاطر اشرح لكم المحاضرة دي. كان بيصوت مني. وانا باخد منه الشاشات دي. ربنا يكرمه يا عزو يا رب. بص يا جماعة. نو هتكلم كده وهمسك الشاشة دي كده فصصها كده حتة حتة. بالمنظر ده. ده هو الباك لايت. ده هو ايه? الباك لايت. الشاشة الاي بي اس بتلاقي فيها ايه? الباك لايت ده. تمام? الشاشة ازاي ان هي تغير طاطش ولا تغير? تغير باغة. تمام? اقول لك. لو انا بصيت على فلاتة الشاشة دي. تحت المايكروسكوب. ولقيت مكتوب على على الفلاتة. ماشي. حرف الايه وحرف الكي بس. ما فيش الجي. ما فيش ايه? الجي حرف الايه وحرف الكي. تمام? يبقى دي ازا تغير ايه? باغة. تغير ايه? باغة. لكن. لو انا بصيت على الفلاتة بتاعت الشاشة. ولقيت مكتوب عليها الايه والكيه. وجنبيهم فلاتة التاطش. مش عارب بقى هتظهر? ولا مش هتظهر? تمام? لو بصيت هنا هتلاقي فلاتة التاطش موجود ايه? تمام? دي ما عليهاش فلاتة التاطش. يبقى ازا انا لو لقيت في الشاشة مكتوب عليها حرف الايه وحرف الكي بس. تمام? دي تغير ايه? باغة. لكن لو لقيت حرف الايه وحرف الكيه. وجنبيهم فلاتة التاطش. تمام? يبقى ازا دي تغير ايه? تغير تاطش. طيب ايجي واحد يقول لي. طيب في شاشاتها مش مهندس بيجي تاطش مدمج مع الشاشة. لو التاطش بتاعها معلق. اعمل ايه? تغير شاشة. يبقى ازا الشاشة اللي التاطش بتاعها مدمج معها. بحطة واحدة يعني. تمام? ولقيت التاطش بتاعها معلق. دي تغير ايه? تغير شاشة. لكن لو التاطش منفصل. التاطش الوحده. والشاشة الوحدها يعني. تمام? عارف ان الشاشة دي التاطش بتاعها منفصل. تمام? ولاقيت التاطش بتاعها معلق تغير ايه? تغير تاطش. ونركز على المعلومة ان انا لسه يلها من شوية. ان في دايرة الاضاءة كل طرف انود. اللي هو حرف الايه? وليه اتنين اتنين كسود. طيب. نخش بعد كده ان شاء الله على نوع الشاشة اللي هو الاخير وهو الوليد. واللي احنا قلنا ان هو افضل انواع الشاشات وافضل تخنية. تمام? وده بيبقى اعلى في السعر من الاي بي اس والتي اف تي. تمام? وده افضل تقنية شاشات. اه والشاشة الوليد بتغير باغة بس ما بتغيرش تاطش. طبعا الوليد معروفة ان هي بتغير باغة بس. تمام? اه وشاشة الوليد موفرة للطاقة. اه شاشة الوليد اه درجة السطوع بتاعها مش عالي. اه شاشة الوليد وضوح الالوان بتاعها عالي. اه زوايا الرؤية بتاعتها واضحة. يعني لو مسكت اه لو انا مش مسكت الموبايل ده انا لو حدت الموبايل في اي مكان على مكتب ولا على اي حاجة والحد رن علي قدر وانا اقعد كده لو بصيت على الموبايل اشوف مين اللي بيرن. ودي طبعا اه حاجة كويسة جدا في شاشة الوليد. شاشة الوليد لو تكسرت ماشي ما ينفعش معها تصليح. يعني شاشة الوليد لو تكسرت ما ينفعش معها ايه? تصليح. تغير الشاشة على طول. لو شاشة الوليد مكسورة والطاقة بتاعها مش شغال تغير ايه? تغير شاشة. ولو شاشة الاولد مكسورة والتطش شغال تغير ايه? تغير باغا. يبقى احنا كده وصلنا ان شاشة الاولد لو مكسورة والتطش بتاعها مش شغال تغير ايه? تغير شاشة. لكن لو هي مكسورة والتطش بتاعها شغال تمام تغير ايه? تغير باغا. الفرق بين الشاشة الاي بي اس والشاشة الاولد شاشة الاي بي اس فيها تمام? والشاشة الاولد ما فيهاش ايه? ما فيهاش كده يبقى احنا آآ شملنا آآ كل انواع الشاشات وايه افضلهم وايه احسنهم? وانا كراجل مبتدئ صيانة اقدر افرق بين الشاشة الاولد والشاشة الاي بي اس لو عامل ده خلي بيها. هو اقدر اعرف الشاشة دي هل انا اقدر غير لها تاتش ولا غير لها باغة ولا غير لها تمام? وانا عايزكم كمبتدئين صيانة تركزوا في المعلومات دي جدا وخصوصا الخطوط اللي انا كلمت عليها اللي هو خط الانود وخط الكسود تمام? وقلنا ان كل طرف انود ليه اتنين كسود في دايرة الاضاءة تمام? ودايرة الاضاءة الفلطيات بتاعتها بتبقى اعلى من الفلطيات اللي هي موجودة على البوردة تمام? كده الموضوع تم اه والحمد لله رب العالمين كده خلصنا شاشات كلها وان شاء الله المحاضرة اللي جاية هنخش في الطيار الكهرابي ويعتبر هو بداية الشغل والعمل على الصيانة على صيانة البوردة يعني الطيار الكهرابي والجهد والطيار المتردد والطيار المستمر وازاي نعرف الطيار المتردد والطيار المستمر ان شاء الله هنشرحوه في المحاضرة الجاية. كان معكم مهندس وحيد محمد. فانت سيلة موبايل وكمبيوتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.